السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي أحياء للصف الثالث متوسط راح نكملوا ياكم بصفحة 96 احنا وصلنا التنفس الخارجي والتنفس الداخلي من الفصل السادس الجهاز التنفسي يلا عيني التنفس الخارجي والتنفس الداخلي نقول يجب التفريق بين آلية أخذ الأكسجين وأعطاء غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وبين عملية التنفس فالتنفس هو عملية معقدة كيميائيا يتم فيها تكوين مركبات قلقة داخل الكريات الحمر تسهم في نقل الأكسجين أوكسيهومغلوبي إلى الخلايا وأرجع غاز ثنائي أوكسيد الكاربون منها على هيئة مركب كيميائي قلق كاربوكسي هيمغلوبي هنا عندنا التنفس الخارجي والتنفس الداخلي قل لك ما الفرق بين التنفس الخارجي والداخلي كل من تعارف مالتها أو تردون على شكل نقاط كيفكم التنفس الخارجي هو عملية انتشار الأكسجين من داخل الحويصلات الرئوية إلى كريات الدم الحمر من خلال غشاؤها الرقيق وانتقال غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وبخار الماء من الكريات الحمر والدم إلى داخل الحويصلات الرئوية التنفس الداخلي هو عملية انتشار الأكسجين من الكريات الحمر إلى خلايا الجسم المختلف وقيام بيوت الطاقة داخل الخلايا بأكسلة الغذاء سكر العنب لتحرير الطاقة وإعطاء غاز ثنائي وإكسيد الكاربون والماء فهذا يتحفظون تعريف التنفس الداخلي والخارجي ما هي أمراض الجهاز التنفسي يقول لك عدد يجيك بالوزارة أمراض الجهاز التنفسي عندنا أول مرض النزلة الشعبية هو مرض ينتشر في موسم الشتاء تعليل بسبب انخفاض درجات الحرارة تنشط أنواع عديدة من الجراثيم مسبب التهاب الأخشية المخاطية للأنف والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية وتختلف شدته حسب حالة الشخص أعراضة طبعا الأعراض مهمة أولا ارتفاع في درجة حرارة الجسم وسعال قد يكون مصحوبا بالقشع البلغة وجود صوت داخل القفض الصدري عند التنفس تسمى بالعامية خرخشة صدع وتعب ورشح أنفي عند عدم العلاج يزداد ارتفاع درجة الحرارة والسعال الذي يكون مصحوبا بقشع كثير العلاج مراجعة الطبيب لأخذ العلاج الخلوة إلى الراحة الخلود إلى الراحة وتناول السوائل بكثرة وضع الكمادات على الجبين لخفض درجة الحرارة ومراعاة استخدام المناديل الورقية والاعتيادية عند العطس ووضعها في سلة المهملات بعد استعمالها الوقاية الاهتمام بالنظافة العامة وعدم ارتياد الأماكن المغلقة وقليلة التهوية عدم مخالطة الأشخاص المصابين بالمرض وممارسة الرياضة والاهتمام بالتغذية الجيدة والتناول الفواكه والخضر الغنية بالفيتامينات ومنها فيتامين سي الوقاية من البرد والتغيرات المناخية وتجنب الخروج من الأماكن الدافئة إلى الأماكن الباردة وبالعكس وخاصة الأطفال والأشخاص المسنين فنحفظ النزلة الشعبية أعراضها والوقاية يعني هي هم شيء يكدون على الأعراض الأعراض مالتها والوقاية المرض الثاني هو السلة الرئوي نخذ اللخص السلة الرئوي وهو نوع المسبب لمرض هو نوع من البكتريا عصوية اكتشفها العالم الألماني روبيرت كوخ في عام 1882 إن السل مرض معدي خطير ينتقل من الشخص إلى آخر من خلال التقبيل أو الرذاذ أو المصافحة أو من خلال استخدام حاجيات المريض أو تناول حليب الأبقار المصابة بالمرض كان المرض سابقا يفتك بأرواح الملايين من البشر إلا أنه قد انحسر كثيرا بعد اكتشاف المضادات الحيوية وتحسين ظروف حياة الإنسان الاقتصادية في العقود المنصرمة أعراضها التعب والإجهاد الشديد ضعف الشهية للطعام وفقدان كبير للوزن وشحوب الوجه وارتفاع درجات الحرارة ليلا والتعرق والسعاد الخفيف وفي المراحل اللاحقة سعال شديد مع انقشع مصحوبا بالدم العلاج أعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة والتركيز على نوعية الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية وعدم التدخين والتواجد في المناطق المكتظة والابتعاد عن مصادر التلوث الهوائي مثل عادمات السيارات وممارسة الرياضة والتمتع بفترة من الراحة خلال فترة العلاج التي قد تطول لعدة شهور وحسب حالة المريض ادخال المريض إلى المستشفيات والمصحات للعلاج تحت رقابة الأطباء عدم البسق على الأرض لأن جرثومة السل تبقى بضعة شهور أشهر حية ويمكن أن تنتقل بالهواء لتصيب الأصحة هنا علل عدم البسق على الأرض في المرض السل الرئوي أقول لأن جرثومة السل تبقى بضعة أشهر حية ويمكن أن تنتقل بالهواء لتصيب الأصحة الوقاية التنقيح باللقاح الخاص بالمرض والذي يسمى BCG الابتعاد عن الأماكن التي تكثر فيها مصادر تلوث الهواء وتلك المكتظة بالناس مثل المقاهي ممارسة الرياضة والعناية بالغذاء المتوازن من حيث الفيتامينات والسعرات الحرارية عدم السهر والابتعاد عن المواد المسكرة والمخدرة التي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عدم تقبيل الشخص المصاب بالسل أو استعمال أدواته غلي حليب الأبقار جيدا وعدم شراء اللحوم من خارج المجازر الصحية واجراء الفحوصات الطبية الدورية ومراجعة الطبيب عند الشعور بالتعب المستمر وعند ملاحظة أي إشارة صحية غير طبيعية كالبصاق الدم وارتفاع درجة الحرارة ليلا المرض الثالث هو السعال الديكي هو مرض يصيب الأطفال دون سن الثامنة من العمر تظهر الإصابات به في الربيع والخريف وينتشر في المدن أكثر مما بالأرياض بسبب تلوث الهواء وعدم نقاوته داخل المدن وتتم العداوة بالمرض من خلال ملامسة الطفل المصاب أو اللعب منه باستخدام حاجيته وعادة ما يصيب عددا من الأطفال من الأسرة نفسها بالمرض مرة واحدة بسبب إهمال بعض الأمهات أعراضه هذا مهم جدا أعراضه أحمرار البلعوم احتقان البلعوم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية مع السعال بعد عشرة أيام من الإصابة تكون هناك سعال شديد على شكل نوبات قد تصل إلى ثلاثة دقائق وتؤدي بسبب حدتها التي تشبه صوت الديك إلى التقيو قد تؤدي نوبات السعال إلى نزف دموي من الأنف في بعض الأحيان يلاحظ أن الطفل يتعرض لنوبات السعال أكثر مما تعرضه للهواء الباردة وعندما يكون في غرفة مغلقة مملوئة بدخان السجار العلاج مالته نشوف بعد شبقانه ها كل هالأمراض العلاج مالته مراجعة الطبيب وفورا وملاحظات أعراض غير طبيعية على الطفل أعطاء الطفل المصاب بالعلاج اللازم عزله عن بقية أخوانه والأطفال الآخرين إلى أن يشفى وضع الطفل المريض في مكان جيد التهوية والاهتمام بنظافته وغذائه الوقاية تلقيح الطفل باللقاح الثلاث السعال الديكي والخناق والقزاس وذلك من خلال البدء بإعطاء اللقاح في نهاية الشهر الثالث من عمره ثم جرعه ثانية بعد عام من عمره أبعاد الأطفال عن أولئك المصابين وعدم استخدام حاجياتهم أو الاقتراب منهم في أثناء مرضهم الانتباه لأي أعراض مرضية للأطفال ولا سما في فصلي الربيع والخريف ذات الرئة هو مرض خطير تسبب من البكتيريا تسمى يؤدي إلى بس تقول نوع من البكتيريا هاي ما مطلوب منعدكم يؤدي إلى التهاب الرئة وعدم قدرتها على القيام بوظيفته أعراضها ارتفاع في درجة حرارة الجسم وصعوبة بالتنفس شحوب وصداع شديد وضيق في التنفس وتعب شديد مع عدم القدرة على الحركة بسهولة لزياد الضربات القلب وسعال مع انقشح كثيف لونه مائل للأخضرار العلاج هذا مراجعة الطبيب فورا وأدخال المريض للمستشفى وأعطاء المريض للمواد المقشعة والسوائل واستخدام المناديل الورقية للبصاق وأعطاء المريض الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية ووضع المريض في غرفة جيدة التهوية دافئة وعدم تعريضه لأي تيار هواء بارد الوقاية الابتعاد عن الأشخاص المصابين وعدم استخدام حاجياتهم وأدواتهم الشخصية مراجعة الطبيب عند الشعور بأي الألم أو أعراض في الجهاز التنفسي ممارسة الرياضة والابتعاد عن مصدر التلوث والأماكن المغلقة عدم التدخين الذي يعتبر آفة الجهاز التنفسي وأمراض القلب وممارسة العادات الصحية وعدم البصاق على الأرض واستخدام المناديل ذات الجب هو مرض معدي تسببه أنواع من البكترية ينتشر عادة في موسم الشتاء يصيب الغشاء المغطن للجوف الصدري وهو مشابه لمرض التهاب الرئى أعراضه ارتفاع شديد في درجات الحرارة ضعف عام وصداع مع دوار وفقدان للشهية صعوبة في التنفس مع ألم في الصدر وسعال خفيف جاء العلاج مراجعة الطبيب فورا وتناول العلاج اللازم التركيز على نقاوة الهواء والتأكيد على الغذاء الحاوي على الفيتامينات وتناول السوائل بكثرة منها العصائر الوقاء الابتعاد عن الأشخاص المسابين بالمرض وعدم استعمال حاجيتهم عدم التدخين وخاصة عدم استعمال الشيشة النرقيلة التي تعود من الأسباب الرئيسية لانتقال كثير من الأمراض وممارسة الرياضة والابتعاد عن الغازات المنبعثة من السيارات والمولدات والأماكن المقتضة هنا سنأخذ سرطان الرئيس أن السرطان هو مرض خطير وقاتل نسبة الشفاء منه قليلة إلا إذا تم اكتشافه بصورة مبكرة ينتج المرض بسبب خلل في عمل الخلايا ولأسباب عديدة ومنها المواد المسرطنة الموجودة في الهواء والتدخين واستنشاق المواد المخدرة واستنشاق الغازات المنبعثة من عوادم السيارات والمولدات الكهربائية ومداخن المصانع والمعامل وحرق النفايات المنزلية بين دور السكنية وحرق إطارات السيارات والمواد البلاستيكية أعراضها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليلة مع التعرق صعوبة في التنفس مع سعال جائف في المراحل الأولى فقدان الشهية وعدم القدرة على العمل وفي المراحل التالية هناك احتلال عام في الجسم وسعال مصحوب بالدب العلاج مالتي مراجعة الطبيب والعلاج بالمواد الكيميائية والتداخل الجراحي لإزالة الجزء المصاب من الرئيس الوقاية الابتعاد عن الملوثات المختلفة بالهواء الجوي وعدم التدخين أو وجود أكثر من المصابين ومن المدخنين ممارسة الشخص الرياضي المناسب لعمره بصورة منتظمة فمثلا عندنا المشي يعود أحدى أبسط وأهم أنواع الرياضة الابتعاد عن تعاطي أي مادة مخدرة أو الكحول والتمسك من بادي الدين الإسلامي تحث عن الابتعاد عن المعاصي وعن جميع العادات السيئة التي تضرب الإنسان منها التدخين والكحول والمخدرات وجميع المعاصي الربو هو مرض يصيب الجهاز التنفسي لإنسان مسببا له الضيق بالتنفس والشعور بالاختناق وقدم وعدم القدرة على التنفس والحركة والسير وأحيانا السقوط على الأرض الأعراض مالتة صعوبة شديدة بالتنفس سعال جاف متكرر والرغبة في التقيو ألم في الصدر وعدم المقدرة على الحركة والسير العلاج مراجعة الطبيب واستخدام البخاخ لتوسع القصبات الهوائية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغبرة الوقاية الوقاية عدم التدخين إطلاقا فالتدخين آفة تحطم جسم الإنسان وخصوصا من الرئتين والقلب وضع الكمامات الواقية في أثناء العمل في معامل الأسمنت والجس وصفغ السيارات ومعامل النجارة وعمل تنظيف الطرقات استعمال كمامات أو قطعة شاش مبللة بالماء على الأنف أو ممارسة الرياضة بصورة منتظمة وأبساطها بأشكال المشي على القدمين هيا يعني وصلنا النهاية الفصل وإن شاء الله نحلو إياكم مراجعة الفصل السادس صفحة 106 و107 وبالتوفيق يا رب